نبقى مع الأسواق العالمية مشاهدين ومعنا في الستوديو الأستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في اكوتي جروب رائد أهلا بك شكرا وجودك معنا كنا نتحدث مع كارينا حول هذا التفاؤل الذي يسود الأسواق إلى أي مدى تعتقد بأن الأسواق تسعر الآن الاحتمالية الحقيقية والواقعية لتخارج البريطانيا باتفاق من الاتحاد الأوروبي طبعا هذا التفاؤل هو وليد أن يكون نتيجة قدوم بوريس جونسون وتأكيده على وجود صفقة هذا الأمر يخرج من شخص كان يتجه نحو الهارد بريكزيت وكان مبتعد كليا عن أن يكون هناك أي اتفاق وإنما الخروج من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هذه الصفقة الجديدة التي عززت الآمال نوعا ما قبيل انتهاء المدة يعني أعطت نوع من الأمل لكن الأسواق تحاول أن تسعر ومن نظرتنا لتحرك الأسواق أجمالا يبدو أن هناك آمال قوية بهذا الاتفاق كونه كان المشكلة الأكثر حراجة وهي ما يتعلق بالباكستوب كان هناك نوع من التخطي لهذه العقبة الجنيه يتحرك من الواحد عشرين تقريبا الواحد سبعة وعشرين نتحدث عن ستمائة نقطة تحركها الجنيه كبيرة جدا إذن هناك سيولة كبيرة دخلت في الأسواق هذه السيولة هي متأكدة أنه يوجد ديل قادمة بالنسبة لصفقة الخروج وأيضا الطرف الأوروبي بدأ يضخم روح من التساهل أي أنه يريد فعليا خروج بريطانيا وإنهاء هذه المرحلة العدم واضحة أو عدم الوضوح لأنه أيضا هناك جوانب سلبية على الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي يحتاج أن يعي تماما متغيرات الظروف حتى يكون هناك توجه أكبر من قبل الإدارات المالية في الاتحاد الأوروبي لتحقيق النهوض بالاقتصاد الأوروبي الذي يرزح أكبر ثلاث اقتصادات فيه تحت خطر الركود حقيقة الاقتصاد الألماني والاقتصاد الإيطالي والإسباني وبالتالي هذا يضع حضوض أقل للمسألة البريكزيت أن تستمر لفترة أطول وأن يتم إنهاءها والتوجه نحو المشاكل الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي الدولار الأمريكي ويشهد ضغوطات خلال فترة الماضية خلال أيام قليلة الماضية بعد الإعلان عن هذا الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين هل تعتقد بأنه يعني الآن إذا ما بتنا أقرب إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني هذه نقطة تحول بالنسبة لمسيرة صعود الدولار التي لمسناها طوال هذه السنة أعتقد ارتباط الدولار وقوة الدولار الأخيرة هي تأتي من جزئيتين أولا هي القضية التريد وور أو الحرب التجارية مع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجانب الثاني أداء الاقتصاد الأمريكي الإيجابي الذي يفرض على الفيدرالي نوعا ما نبرت التمهل بتخفيض أسرار المتحدة ومقارنة بالاقتصادات العالمية تماما يعني هو التشبيه الأفضل لقراءته الذي هو The Cleanse Shirt بسلة الغسيل يعني هو أفضل اقتصاد حاليا من ضمن باقي الاقتصادات ولكنه لا يزال يعاني نوعا ما من عديد من النواحي ونرى بوادر الركود الاقتصادي عليه وبالتالي الاستمرار بسياسة توسعية نوعا ما عفوا تشددية سوف يضرب الاقتصاد ويحتاج إلى تقليص أكبر بأسعار الفائدة بدأنا عام 2019 باحتمالية تخفيض مرة واحدة لأسعار الفائدة أو لا يكون هناك تخفيض حتى الآن نحن لدينا تخفيضان ونبحث عن الثالث وبالتالي سواء لم يأتي على لسان الفيدرالي وعلى لسان رئيس الفيدرالي ذلك إنما الأفعال تثبت أنه يتجه إلى تسهيل السياسة النقدية بشكل أكبر لا ننسى أيضا الستين مليار دولار شهريا هذا الذي يدعي أنه الفيدرالي أنه لا يقوم بسياسة تسير وإنما هذه كلها أدوات تسيرية يتم استخدامها إذا تم تغيير اللفظ في الوقت الحالي أنه لا يقوم بعملية تسير ولكن الأسواق تقرأها على أنها تسير كمي في الوقت الحالي وسياسات تسيرية من قبل الفيدرالي شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا لك